السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي يارب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة بقى عندي شغل كتير 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 وعندي حاجتين 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 حاجة مزعلاني وحاجة مفرحاني تمام بس قبل كل شي هنخش على الفيديو بتاعنا وشوف تفاصيله ايه اول حاجة انا مسكت كده الحمام ومش اول حاجة اول حاجة يعني بس يعني جيفت كده في المونتاج قلت قبل الميا ما تعملها معايا ننظف الحمام طبعا انا كان عندي ضيوف ومش عايز اقول لكم ايه اللي حصل وعارفة بجد ان انتو لما تشوفوا اللي حصل هتزعلوا علي او هتزعلوا معايا او هتنصحوني اعملي مش عارفة الله العظيم اه كمان انا كده هننظف البتاع ده طبعا لما بيكون في في اللهم صلى وسلم عليك سيدنا النبي بيكون مع الضيوف اطفال صغيرين الموضوع بيبقى صعب تمام فطبعا انتوا عارفين انا اه ما عنديش مية وبحوش في البرميل ده وعندي طبق تاني بحوش فيه وازاز والجو ده مهم دخلت طبعا غشطفت البرميل وانا كنت قبلها بيمين كنت برضو مسك الحمام ده من الضفة بس ما كنتش مصورة يعني تمام اه بس فهمسكوا كده بالتول والكلور وهنظف الارضية واعمل الحوض وهطلع خش على المطبخ هروق المطبخ برضو في الفيديو ده اخصى شوية حاجات بسيطة كده وبعدين افصل وبعدين انا بقى اكمل البيه تمام اه هخش طبعا على الاودة بتاعت اللهم صلو وسلم عليك سيدنا النبي بتاعت الانتريه اه فيها المنشر هسيبه على جنبها هكنوسها وهمسحها معاكم هخش على قطي والاسف يعني قطي اللي انا فعلا بجدزها لانا عليها وهتشوفوا معايا وتقولوا لي اعمل ايه اه اللهم صلو وسلم عليك سيدنا النبي اخش فين تاني اخش في المطبخ برضو هنظفه واعمله معاكم المهم يعني انا عندي شغلة كتير جدا 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 و اه انا مقلة في الفيديوهات اليومين دول لان طبعا الناس اغلبية الناس ما بتشاهدش فيديوهات اه اللي طبعا مهتم بي اللهم صلو وسلم عليك سيدنا النبي اللي مهتم بالعبادات اه بيتعبد وصلة وتقرب بالرب العالمين سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منكم منكم ومننا منكم ومننا تقريبا كده سحح للمعلومة جامعة عشان انا برضو ايه اه يعني علاقات دي اه صالح الاعمال وربنا يا رب يجعل ايام كلها خير وبركة عليكم ويجعل ان شاء الله باذن الله صيامكم وصلاتكم وكل حاجة جميلة بتعملوها اه في مزان حسناتكم قبل منسة صحيح اه انا اه طبعا انتو كنا عارفين انا عندي ظروف اليومين اللي فاتوا اه حفيدي كان تعبان و اه ورحت المستشفى والمويل دي كلها يعني اللي انتو اكيد البعض منكم عارفها فاللهم صلى الله عليه وسلم عليك سيدنا النبي اه ما كان في حد بعاتلي في القناة على ميزة التشكرات في حد ده بعاتلي تسعتاشر حاجة تسعتاشر اه مبلغ مش عارفة ريال اه مش عارفة ايه هو يعني وحاجة يعني مقارب من عشرين حاجة يعني من عشرين اه ريال ما عرفش والله واحدة تانية تقريبا برضو بعاتلي سبعتاشر ريال طبعا بشكرهم كلهم ربنا يا رب بيكرمكم جميعا واي حد يا جماعة بيقول كلمة حلوة او كلمة طيبة او بيعني مهما كانت الحاجة يعني اي كلمة جميلة او اي كلمة بسيطة اكيد طبعا الواحد بيشكر الناس عليها فربنا يا رب بيكرمكم ويجعلكم نعمة في حياتي ويزود رزقكم ويبارك في عمركم ويبارك في ايامكم ويبارك في اولادكم ويبارك في اعماركم ويبارك في كل حاجة امين امين يا رب العالمين بحق الايام المفترجة دي يا ربي جالة خير وبركة علينا وعلى الامة الاسلامية كلها طبعا المنشر ده نظم رسمي موجود طول ما انا عندي ديوف موجود المنشر ده اشيل غسيل وحط غسيل طبعا ما بطلاش احط المنشر في البلكونة لان البلكونة ديقة ومحتاجة لسه قبل ما اعمل فيها حاجة انضافها وعملها فالموضوع مش مستهل فبنجز وشغل المروحة والشباك مفتوح وخلص على كده تمام اا الله مستهله وسلم الليك يا سيد النبي طبعا نفضت الكنبة وكان طبعا في ملاية على ملاية ومشمع وكده المهم يعني شلت كله وعايز اقول لكم انا الوقتي اا عايز اجيب مكنسة اه يا نصر ازاي اجيب المكنسة اه فجأة كده فجأة كده حاصلت ان انا فعلا محتاجة للمكنسة معني طبعا شقيت صغيرة وكل اللي عندي سجاتين مش كصة يعني ولكن لما خلينا فكرت في المكنسة الموقف اللي حصل معي طبعا يعني أنا من الناس وكلنا والله كلنا على الدنيا من الناس اللي هم مثلا لما باجي أجيب حاجة لازم أخذ وقتي وأسألكم وأسأل حبيبي اللي متابعيني أجيب إيه وإيه الكويس وإيه الأفضل وإيه الأرخص وإيه المناسب باخد فترة عبل ما أجيب الحاجة يمكن عشان أنا سن كبير يمكن وأعتقد أن ما ملوش علاقة بالسن يعني يعني كلنا كده بنبقى عايزين نجيب حاجة نقعد نسأل بقى ده كويس ده وحش ده غالي ده رخيص المهم يعني فأنا كنت جاي بحاجة غالية الحمد لله الله مالك الحمد والشكر رب العالمين ومحافظة عليها جدا 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 وللأسف اللي حصل مش عارفة عمل في إيه وتعامل معها إزاي وزالت جدا وشوفوها معايا بقى وقولولي إيه الحل وإيه لذلك الأمر لذلك الأمر آه لذلك الأمر عايزة أجيب مكنسة بالكهربا قولولي طبعا أنا دخلت كده عملت بحس على التيوب ولقيت بقى أسعار غريبة جدا 9000 و 8000 و 5000 طبعا مش هجيب كل يعني لا مش جل أنا هعمله أو هجيبه عايزة اللي متابعيني يقولولي لو في مكنسة على الأد كده مش على الأد سكندهندي يعني يعني تكون معقولة سعرها معقولة تكون كويسة إلى حد ما لأن طبعا آآ طبعا دخلت على المطبخ هنا لميت كل الموعين وآآ لميت كل حاجة ودخلتها طبعا المطبخ التاني ولميت الزبالة وكل الكلام ده وعايز أقول والله العظيم والله العظيم أنا مش مستنعة كل الحاجات دي كل الحاجات لما بيكون عندي ناس إن شاءت دايقة لما بيكون عندي ناس موعين وكبيات ومش عارفة إيه ممكن أكون بحضر حاجة لشغل أنا هروحه بالمناسبة ما بصورش في الشغل وقعد يومين طبعا الموز الراجل كان مدوني مستوي قوي فجيت مسكته لقيته يعني طاري خالص فقلت لها هرميه بقى وكان عليها موش وبتاع فقلت لها يعني حاجة صعبة فقلت هرميه وخلاص بقى عشان ما يبقاش فيها موش ملموم على الفكهة وكده طبعا هنا مسكت بعد ما فضت الرخامة خالص طبعا الرخامة كان شكلها سيء لأن كان عليها ده لبن وده سكر وده معرفش إيه وده مدرك إيه قلت لأ جبتها مية حالة فيها مية بخل وفوطة وجبت الليفة والصابونة وعدت إيه اديله إد اديله إد اما ليه أنا برضو كنت عايزة أخد شط كده برضو كنت عايزة ألاقي في نفسي برضو بالصابونة كده بس يعني ما كانش فيه وقت يعني الموما حبايب الحلوين الغالين بشكركم جدا أنا لكل كلمة طيبة بتقولها لي وكل دعوة وكل حاجة جميل قريها يا رب بيجعلها كل حاجة بتعملهها لي وبتقولها لي جعلها في مزان حسناتكم وساحتكم وأعماركم وأولادكم أمين أمين يا رب العالمين بحق الأيام المفترجة الجميلة اللي يعالم هنشوفها تاني ولا لأ إن شاء الله السنة الجاية لو كان لنا عمر وكنا من أهل الدنيا طبعا أنا المرتبة اللي عندي المرتبة اللي هي المسوسة دي قمت الصبح يا جماعة لقيت أنت زي ما قلت لكم كان عند ديوب وكنت حط عليها اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي مش عارفة المقطع ما عجبتوش ولا في إيه كنت حط عليها جماعة الحفظة اللي هي العازل ده بتاع العازل اللي بتحط على بتحط على المرتبة بعدين بتحط عليها ملايا لكن لأسف العازل مش شوية مش مش عارفة راح فين اتحرك بقى رايح 6 أكتوبر 7 أكتوبر ما عرفش مهم يعني وكان عندي زي ما قلت لكم ضيوف وللأسف للألم المرتبة جالها بببي جالها بببي مش جالها جواب جالها بببي طبعا دي ميا طب قولولي أنا أعمل جريت فورا جبت دقيق وجبت بكم بودر هعمل كيكا يا ولاد على السرير يا ولاد كيكا أما أنا هعمل ايه حطت يا ولاد في حتة المبلولة حطت دقيق وحطت بكم بودر هو ده اللي كان عندي بس مع كتير بقولوا كربونات السوديوم ومش عارفة ايه وطبعا عشان دي ميا فمش معقول هجيب ميا على ميا يعني مش معقول هجيب دي طول واجيب خلي واجيب وهو ميا معقول بببي ده ميا فجيبت وقلت على طول دي ايه بحس ان دي يشرب الميا فمعرفش صرفت غلط ولا صح طبعا أنا الكلام ده بقوله يومين ده بقوله يومين ده تاني يوم النهاردة كان امبارح والنهاردة تمام فأنا مش عارفة انا اضافها ازا واتعمل ازاي وده اللي خلاني فكرت فعلا ان انا اجيب مكنسة عشان اشفت دي ده وكده كده قلت اكنس بيها السجاتين لاني بقى لما ببرم لما غزة السجادة وقعدة اتنطت وانفضة صراحة درعاتي بتوجعني وفي نفس الوقت هي بتهيج التراب في البيت وفي نفس الوقت البلكونة عندي ده ما ينفعش انافط في بلكونة ولا على سلم احنا بنتلقى السلم بنخبط في الحوائط اه يعني بيت بلدي بيت على قدو يعني عشت فراخ كده اللهم لك الحمد والشكر رب العالمين انا بقول يعني المكان ده ما ينفعش تعمل في حاجة اه وانا مش منعطل انظف على سلم ولا احط شبشب على باب شقة ولا اي حاجة ولا شانت الزبالة انا في حالي خالص خالص ما بحبش اختلت بحد وكده طبع الرضا ونعمة من عند ربنا قلولي يا جماعة اعملي في المرتبة لان بجد زالت عليها لان بجد يعني حتى بصرف النظر عن ان هي غالية الاسعار النهاردة بقت صعبة جدا وكمان انا محقوقت محافظة عليها جدا بس للأسف مش بقيدي غصب عني يعني قدر الله ما شاء فعل وقلولي على ما كناس يكون سعرها حنين ويقولوا انتو جربتوها اه ولكن عبال انا مفكر وعبال انتو ما تردوا علي اكيد انا هجيب فرشة فرشة يادة وصغيرة كده هجيبها والله ما صلى الله عليه وسلم عليك سيدنا بفرشة يادة وصغيرة كده وهجيب وهجيب جرقف ولم الدقيق ده حاول لم الدقيق ده تكون المكان هنشفه كده وطبعا القط العقيم ده انا كنت هوادي لي بتاع القط لكن حفيدة قعد يقول لي حرام وهتروح النار وهتقابلي عبدالسطار وقعد بقى بيحكيه لحكاية بيت الرعب اذا ما كنت انا خلفت القط وانسيته يعني هو انا لما ودان بتاع القط بتاع القط يعرضه تبني او يبيعه لحد هبقى انا كده ارتكبت زنب ايهما افضل ارميه في الشارع وده قط رومي اي قط شارس او اي قط او العيال يمسكوه موتوه في الشارع ايهما افضل طبع احنا برضو عندنا رحمة وبنفهم يعني مش معقول انا هنرمي حيوان في الشارع يعني طبعا انا كنت هنا لسه برضو بروق المطبخ اللي ما بيخلصي وبالم الزبالات والحاجات والمحتاجات حبيب الحلوين الغالين يا ريت ارجوكم 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 ردوا علي في موضوع المرتبة اطناء انا اضافها ازاي اتعامل معها ازاي اشان ترجع لحالتها الطبيعية حتى يعني حتى ضيوف ما عتقوش التلاجة منبرد تحس يا جماعة ان في قطة معيز ماشي على باب التلاجة منبرد مش ممكن والله العظيم موافق الحمد لله اللهم لك الحمد للشكر يا رب العالمين فزي ما بقولكم كده ردوا علي ارجوكم 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 ردوا علي اعمل ايه في هذه المرتبة لانا فعلا زال انا عليها لان ده انا ده انا بمسكة كبات الشاي يولاد وخايف اعود على السرر وشب كبات الشاي ببقى جايبة ملاية ياولاد وقعدة فوسة الملاية ياولاد وجايبة صانية وفسقية ياولاد وقعدة على الملاية على السرر ياولاد اشب كبات الشاي ياولاد يحصل لببي ياولاد في مرتبتي لانا حلمت بيها سنين وسنين ياولاد ينفع ياولاد كده المهم ياولاد يلا الحمد لله قدر الله مش اقفعل قولولولي اعمل ايه وقولوا لي على مكنسة تكون سعرها مهاود مش تكون شهر والتاني وتفلسع لأ تكون حاجة انتم مجربينها وعارفين ان هي كويسة وسعرها معقول حبايب الغالين ما تنسونيش في الدعوات الصالحات في الايام المفترجة دي ربنا يتقبل منكم ومننا ومن امة سيدنا النبي عليه افضل صالح الاعمال في الايام الكريبة دي وربنا يا رب يفك اخواتنا في فلسطين والسودان وربنا يسلح الوطن العربي وربنا يهدي جميع ما خلق على وجه الارض وربنا يسلح حال المسلمين امين امين يا رب العالمين حبايب الحلوين بشكركم جدا نشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته